اشتركوا في القناة لا تحتوي اساسا على الذهب حتى وان وجد فان كميته لا تكاد تبشر بالخير وقد لا تغطي اجور العمال او تكاليف الادوات والمواد الكيميائية ولهذا ايها الاحبة الكرام سنقدم لكم نصيحة ذهبية ان عملتم بها باذن الله ستتوفقون في استخراج الذهب وهذه النصيحة مبنية على دراسة وتجارب عملية على العديد من انواع الصخور والتربة والعينات الرسوبية النصيحة هي اعتمد دائما على عروق الكوارتز احجار المرو فهي لن تخيب ظنكم ابدا وساوضح لكم لماذا تعتبر احجار المرو غنية بالذهب وساقدم لكم ارشادات ونصائح مهمة جدا وبكل مصداقية لمساعدتكم على اكمال مسيرتكم في التعدين باسلوب منظم وتجنب الاحباط او الشعور بالفشل الذي قد يصيب البعض انظروا الى جمال خامات المرو هذه فهي تحمل في جوفها معدن الذهب بالاضافة الى معادن اخرى مثل الفضة والبلاديوم والبلاتين والنحاس وغيرها ولكن الاهم ان نسبة الذهب فيها تكون عالية مقارنة بمعظم الخامات الاخرى الخطوة الاولى لمشروع تعدين ناجح هي تحديد عرق المرو الكوارس ويفضل ان يكون العرق ابيض اللون مع وجود علامات اكسدة وتغيرات لونية كالاحمر والاصفر والاسود اي انه ليس ابيض صافي وبعد تحديد امتداد العرق تبدأ عملية اخذ العينات لفحصها والقاعدة الاساسية للفحص تبدأ بتكسير الخام وطحنه ثم تحميص المصحوق واخيرا عملية الغسل لفصل الركازة بعد ذلك تفحص الركازة بعناية هل تحتوي على ذهب مرئي ناقر او حتى غبار ذهب وبناء على هذه النتيجة تقرر ما اذا كان الامر يستدعي المتابعة وشراء الزئبق او المواد الكيميائية والادوات اللازمة اذا ظهر غبار الذهب في الركازة فهذا يؤكد وجود الذهب وهنا يمكننا القول انك امتلكت اساس مشروعك ومصدر الخام الذي يضمن لك استمرارية العمل اذا لم يظهر شيء في الركازة فلا تتوقف او تصب بالاحباط فقط استمر في الحفر لعمق مترين ثلاثة او حتى خمسة امتار وعندها ستجد ما يسرك وهذا الكلام نابع من تجارب عملية على عروق المر ايها المتابعون الكرام ساكون صادقا معكم لا تضيع اوقاتكم وجهدكم في البحث عن الرواسب او الخامات الترابية التي تعتمدون فيها على اللون فقط سواء كانت تربة صابغة او احجار صفراء او سوداء او بنية فالكثير منها مجرد اكاسيد لمعادن اخرى وقد تتشابه الوانها مع الوان الخامات الحاملة للذهب لذلك لا تنخدعوا باللون واعتمدوا فقط على الحقائق المثبتة التي توصلكم الى هدفكم لا تنفقوا اموالكم على مواد وادوات لاختبار عينات لمجرد ان لونها يوحي بوجود الذهب فالعديد من المركبات الكيميائية تتشابه في الوانها على سبيل المثال اللون الاصفر قد يكون لمركب كولوريد الذهب ولكنه قد يكون ايضا ليوديد الرصاص او اكسيد الزئبق مع اختلافات طفيفة جدا في درجة اللون قد لا تميز بالعين المجردة لذلك ركزوا دائما على صخور الكوارتز او الخامات الرسوبية التي تحتوي على ذهب مرئي او شذرات واضحة ومن لديه خبرة في التعدين يفهم تماما ما اقصده وعندما اقول ان بعض العينات الرسوبية او التربة الصابغة قد لا تحتوي على ذهب فانا لا اعمم على جميع الخامات ولكن التشابه في الالوان والخصائص الظاهرية يوقع معظم المبتدئين في هذا الخطأ مما يؤدي الى خسارة الوقت والمال والجهد لذلك من الاسلم ان تبدأ بالطريق المعروف الذي يضمن لك الوصول الى هدفك عموما لاحظوا هذه الصخور التي تعتبر من اهم الخامات الحاملة للذهب في احد مواقع عملنا ولاحظوا علامات الاكسادة وتغيرات الوان التربة المحيطة بها في محيط العرق نفسه تتواجد ايضا خامات حاملة للفضة انظروا الى هذه القطعة الصغيرة انها تحتوي على الفضة في شكلها المعدني الخام اما الاحجار المحيطة بالعرق فهي غنية بالحديد والكبريت وقد تحتوي على كبريتيد الذهب وهذه الصخرة ذات الطبقة الحمراء الى الوردي قد تكون خاما للزئبق نظرا لوزنها الثقيل او ربما احد خامات النحاس لذلك اللون احيانا لا يعتبر دليلا بل الفحص الكيميائي هو الاساس لاحظوا معنا كيف تبدو العروق الغنية بالذهب خامتها مركزة ثقيلة وتتميز بتدرجات اللون البني المحمر والاصفر وغيرها وساعرض لكم المزيد من هذه النماذج لتكتسبوا خبرة في تمييزها وتذكروا دائما عروق المرو هي الحاضن الاساسي للذهب تأملوا جيدا هذه الخامات ففهمها سيوفر عليكم الكثير من الجهد ما شاء الله تبارك الله عروق في غاية التركيز ومن الخصائص الهمة التي يجب ملاحظتها ان الصخور الحاملة للمعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين تتميز بكثافتها العالية ووزنها الثقيل ويتواجد الذهب بشكل اساسي في عروق الكوارتز المرو وكذلك في خامات البيريت والكالكو بيريت والارسينو بيريت وغيرها من الخامات الكبريتدية والان دعونا نتعمق في الجانب العلمي الذي لا يقبل الجدل لنفهم هذه العلاقة فكما يشخص الطبيب المرض ليفهم اسبابه سنقوم نحن بتشريح العلاقة الكيميائية بين الذهب وهذه الصخور ولكن دعنا نسأل انفسنا لماذا يتواجد الذهب دائما مع الكوارتز والكبريتدات اذا دعنا نفهم الشراكة الكيميائية العميقة للذهب في عروق الكوارتز ومعادن الكبريتيد ان العثور على الذهب متمركزا في عروق الكوارتز البيضاء وغالبا ما يكون مصحوبا بمعادن كبريتدية لامعة مثل البيريت المعروف بذهب الحمقى والكالكو بيريت ليس مجرد صدفة جيولوجية بل هو نتيجة لعمليات كيميائية وفيزيائية معقدة ومتكاملة حدثت في اعماق القشرة الارضية على مدى ملايين السنين ولفهم هذه العلاقة يجب تتبع رحلة الذهب من الاعماق الى مكان ترسبه النهائي مرحلة التكوين والنقل عبر السوائل الحرارية المائية يكمن اصل القصة في السوائل الحرارية المائية وهي مياه شديدة السخونة تتراوح حرارتها بين 250 الى 400 درجة مئوية ومضغوطة تتشكل من مياه جوفية او سوائل تنطلق من الصهارة المتبردة في باطن الارض حيث تعمل هذه السوائل كمذيب كيميائي فتستخلص وتذيب مجموعة من العناصر من الصخور التي تمر عبرها والعلم ان الذهب بطبيعته الكيميائية عنصر خامل لا يذوب في الماء العادي ولكي يتم نقله يجب ان يرتبط بمركبات كيميائية اخرى تسمى الاربطة او الليجندات لتكوين معقدات قابلة للذوابان وهكذا في معظم انظمة ترسبات الذهب يكون الليجند الاكثر اهمية هو ايون البيسالفيد المتوفر بكثرة في هذه السوائل الغنية بالكبريت حيث يتفاعل الذهب مع هذا الايون لتكوين معقد ثابت وقابل للذوابان يعرف باسم داي بسالفيدو اوريت في الوقت نفسه تقوم هذه السوائل باذابة كميات هائلة من السيليكا من الصخور المحيطة بالاضافة الى الحديد والنحاس وهكذا تبدأ رحلة هجرة جماعية للذهب والسيليكا والحديد والنحاس والكبريت داخل نفس الناقل الكيميائي ولكي نفهم الترسيب للذهب في عروق الكواردز ينبغي ان تعرف ان الانشطة التكتونية تتسبب في تكوين شقوق وصدوع في القشرة الارضية وتجد هذه السوائل الحارة والمشبعة بالمعادن طريقها للاعلى عبر هذه الشقوق ومع صعود السائل تتغير الظروف بشكل كبير حيث ينخفض الضغط وتهبط درجة الحرارة وهذا التغيير المفاجئ يقلل من قدرة السائل على ابقاء المعادن مذابة ونتيجة لذلك تبدأ المعادن في التبلور والترسب على جدران الشقوق الصخرية ومن الضروري الاشارة الى وجود توافق كيمياء وترسيب متزامن اذ تترسب السليكا والذهب في ظروف حرارية وضغط متماثلة فعادة ما يتبلور الكواردز اولا ليشكل هيكلا صلبا ابيض يملأ الشقوق الصخرية ونتيجة لتوافق الكيميائي بينهما على الصعيد الجزيئي يترسب الذهب وغيره من المعادن النفيسة في الوقت نفسه او بعده بمدة قصيرة حيث يملأ المسامات الدقيقة والفجوات ضمن عرق الكواردز المتشكل ولان الذهب معدن اكثر ليونة فانه يستطيع الجريان والتشكل داخل بنية الكواردز ليصبح محبوسا فيها بعد تصلب الحجر ومن ناحية كيميائية موازية فانه بوط درجة الحرارة والضغط او حدوث غليان للسائل يؤدي الى زعزعة استقرار معقد الذهب مما يدفعه للخروج من المحلول والترسب في صورته العنصرية الصلبة داخل عرق الكواردز المتنامي وفي حالة خامات البيريت والكالكو بيريت تزداد المسألة تعقيدا فمعادن الكابريتيد وبالاخص البيريت والكالكو بيريت لا تقتصر وظيفتها على كونها مضيفا للذهب فحسب بل تقوم بدور كيميائي فعال ومحفز لترسيبه وتجميعه مبدئيا يحدث الترسيب المزدوج والامتزاز السطحي إذ تتكون بلورات البيريت والكالكو بيريت في نفس الظروف الحرارية والضغط التي يترسب عندها الذهب وتكون أسطح هذه البلورات المتنامية نشطة كيميائيا فتعمل كالإسفينغ ملتقطة معقدات الذهب المذابة وملصقة إياها بسطحها في عملية تسنى بالامتزاز على هذا السطح تجري تفاعلات أكسد واختزال تحرر الذهب من مركبه الكبريتي وترسبه على هيئة ذرات أو جسيمات نانوية صغيرة ومع تواصل نمو باللورة البيريت وهنا تكمن نقطة هامة رجاء ركز هنا فيما يقال فإنها تغلف هذه الجسيمات الذهبية مما يؤدي إلى حبس الذهب داخل نواة البيريت أو بين طبقات نموه ولذلك لا بد من التحميص الجيد لخامات البيريت لكسر هذا الغلاف وتحرير الذهب من داخلها ثانيا في بعض الحالات وخصوصا في وجود الزرنيخ يمكن أن يتكون ما يعرف بالذهب الخفي وحيث يمكن لذرات الذهب الآيونية أن تحل محل ذرات الحديد مباشرة في الشبكة البلورية للبيريت ويعرف هذا بالذهب الخفي لأنه جزء لا يتجزأ من بنية المعدن نفسه ولا يمكن رؤيته حتى بالمجاهر ويشكل جزءا كبيرا من احتياطيات الذهب العالمية في بعض أنواع الرواسب والقصة لا تنتهي دائما عند الترسيب الأولي حيث قد تتعرض هذه الرواسب لاحقا لسوائل مختلفة خاصة تلك التي تكون أكثر أكسدة تحتوي على قليل من الأكسجين وعندما تتفاعل هذه السوائل المؤكسدة مع البيريت المترسب فإنها تؤدي إلى أكسدة جزئية للكيبريتيد مكونة أيونا جديدا وقويا يسمى الثيوسالفات وتعتبر الثيوسالفات لجندا فعالا للغاية للذهب ويشكل معه معقدا شديد الثبات جولد ثيوسالفات كومبلكس والذي يمكنه أن يذيب الذهب الذي ترسب سابقا حيث ينتقل معقد الذهب لمسافة قصيرة حتى تتغير الظروف الكيميائية مرة أخرى فيترسب الذهب من جديد وغالبا ما تحدث هذه العملية على حواف باللورات البيريت الموجودة أو في الشقوق الدقيقة داخلها مما يؤدي إلى تكوين تجمعات غنية جدا بالذهب وفي الختام نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح العلمي والنصائح العملية هدفنا هو توجيهكم نحو الطريق الصحيح في البحث عن مصادر الذهب الحقيقية لتجنب الخسارة والإحباط نراكم في فيديو آخر عما قريب نستودعكم الله مجموعة الحلول الكيميائية دليلك الكيميائي في التعلم واو مغا Houston مغا Houston